التاسع والعشرون من آذار مارس عام 2019 التاريخ الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا ما يريده سقور حزب المحافظين بإدخال نص قانوني يلزم الحكومة بذلك لكن متمردين من حزب المحافظين رفضوا تكبيل يد الحكومة في وقت محدد فاقترحوا تعديلا يسمح للبرلمان البريطاني بتأجيله إذا وافق الاتحاد الأوروبي فردقت رئيسة الوزراء خشية هزيمتها في البرلمان أود أن أطمئن البرلمان وبشكل واضح أننا سنغادر الاتحاد الأوروبي عند الساعة الحادية عشر ليلا بتاريخ التاسع والعشرين من آذار مارس عام 2019 وأؤكد أن الصلاحية المترتبة على هذا التعديل لن تستخدم إلا في ظروف استثنائية لأقصر وقت ممكن وسيتم تقديم مذكرا للمجلس تؤكد ذلك قبل ديريزا مي بتسوية على التعديل الحكومي تزامن مع شهادة دولية ضد مصاري لبريكزيت تمثل بتحذير كريستيل ناجارد مديرة صندوق النقد الدولي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر باقتصادها كما تلقت صفعة من كبير مفاودي الاتحاد الأوروبي ميشيل برنيه عندما حدد تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لبقاء بريطانيا في الاتحاد في أواكر عام 2020 من دون أن يكون للمملكة المتحدة حق المشاركة في صناعة قرارات الاتحاد الأوروبي وهو ما يخالف ما تطمح إليه تيريزا مي أعتقد أن وضع تاريخ محدد لمغادرة الاتحاد برأي وبرأي الكثيرين هو من أجل استرضاء سقور المحافظين وليس من أجل هدف آخر رغم حساسية المفاوضات المعقدة والصعبة للبريكزيت كما أرى أنه من غير الضرورية وضع تاريخ للمغادرة وأشعر أنه فقط للتضليل لكن للأسف كل البريكزيت عبارة عن صراع داخل حزب المحافظين تيريزا مي تلقت أيضا صدمة قوية بعد استقالة نائبها الأول ديمان جرين من منصبه بعدما اتهم بالكذب حول وجوده صور ومحتوى إباحي على جهاز الكمبيوتر الخاص به في مجلس العموم هذه الاستقالة تعد الثالثة في غضون شهرين بعد استقالة كل من وزير الدفاع مايكل فالون ووزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل لنسجام داخل حزب المحافظين الحاكم بشأن البريكزيت والفضائح تطال كبار المسؤولين واقع برأي المراقبين قد لا يطيل عمر الحكومة البريطانية لكن خشية سقور حزب المحافظين من وصول جيرمي كوربين إلى داونينغ سريت تمنع سقوط حكومة تيريزا مي مستصرون لندن الميادين